بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نحاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الرابعة للدرس الثاني لعنوان Energy, Energy Transfer and General Energy Analysis قبل ما نبدأ هذه المحاضرة فقط أود الإجابة على السؤال الماضي والإجابة هي أنه لا يوجد آلة تقيس للأنترنال إنرجي ولكن توجد هناك آلات لقياس الـ Variation or Change of Internal Energy هذه المحاضرة سوف يتم عرض فيها إن شاء الله Stationary System and Energy Transfer by Work كلمة Stationary System يعني هو نظام تقريبا ثابت فإذا هنا is a system whose velocity and elevation velocity and elevation remains constant يعني تبقى ثابتة فإذا السرعة والـ Elevation تبقى ثابتة فهذا يعني مباشرة أنه ما في تغير ما في تغير في kinetic and potential energy فهذا يعني أن delta kinetic energy تساوي 0 and delta potential energy تساوي 0 فتصبح المعادلة التي شفناها في المحاضرة الماضية Variation of Total Energy ينتج فقط على الـ Variation of Internal Energy وهذا النظام يسمى Stationary System فمجرد إعطاء كلمة Stationary System تعبر مباشرة على أنه delta kinetic energy plus delta potential energy أو delta kinetic energy تساوي 0 و delta potential energy تساوي 0 بعدين نمر إلى Energy Transfer by Work قبل ما نبدأ إلى Energy Transfer by Work يلزمني نعرف كلمة Work Work زي ما قلنا هو الشغل ويرمز إليه بحرف W capital تعريفه is defined as a force acting through a displacement X where the displacement is in the direction of the force يعني هو تم تعريفه على تأثير قوة معينة تنتج عنه تنقل displacement X وهذه القوة تكون في نفس اتجاه displacement فيمكن إعصبار أو استعمال هذه المعادلة Work 1-2 وهنا 1-2 يعني من state 1 إلى state 2 يمكن أيضا كتابة هذا Work 1-2 على في بعض المراجع Work 1-2 أو في بعض المراجع One-7-2 إلى غير ذلك كلها تعبر على أن الwork تم من state 1 إلى state 2 أو من الحالة 1 إلى الحالة 2 أيضا هنا يكون تعريف الwork باستعمال التكامل للwork Elementary Work from state 1 to state 2 تعريف Elementary Work يساوي f dx فهنا Elementary Work أو الشغل الجزئي يساوي f dx هذا راح نشوفوه إن شاء الله بالتفصيل في بعض المسائل Energy هنا by convention sign convention يعني مجرد اتخاذ اتفاق بيننا على sign أو إذا كان موجب أو سالب بالنسبة للwork فهنا راح نقول the work can be done by the system فرح ناخده موجب down by the system يعني إيش يعني إنه الشغل هذا تم إنتاجه من النظام تم إنتاجه من النظام الشيء الثاني the work can be down on the system يعني إيش can be down on the system يعني الشغل تم وضعه على النظام أو إدخاله للنظام فبهذه الطريقة يكون الشغل بالسلب لو أخذنا رسمة صغيرة واعتبار إنه هذا هو النظام فلما يكون الشغل خارج من النظام يكون حسب اتفاقنا الحين موجب ولما يكون الشغل داخل للنظام يكون حسب اتفاقنا سالب طيب تعريف آخر مرتبط بالنظام اللي هو كلمة power is the time rate of doing work and is designed by the sample w dot time rate of doing work يعني 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 يكون هو تقسيم الشغل على الزمن تقسيم الشغل على الزمن ويرمز إليه بحرف w وفوقها dot dot دائما لو وجدناها نقصة بها time rate يعني إجراء الشغل على مدة زمنية معينة نهاية أو ادرح سؤال هنا لم يذكر في المحاضرة لم يذكر في المحاضرة ما هي الوحدة الأساسية للpower ما هي الوحدة الأساسية للpower وما هي الوحدة الأساسية للشغل